احنا استعدادات الهيئة اصلا الدور اللي بتقوم به الهيئة على مدار العام للتفتيش على الحم وضبط الاسواق ده دور مستمر على مدار العام بالكامل ولكن احنا من فترة سابقة لحلول شهر رمضان بنكسف الاعمال والحملات والجوالات التفتيشية اللي بتتم على الاسواق على مدار السبع وعشرين محافظة بالتنسيق مع مدريات الطب البطري ادارات التفتيش على الحم داخل جميع انحاء المحافظات على المستوى الجمهورية الفترات دي احنا بتتم تنسيق اللي جان مع بعض الجهات المعاونة زي وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الجهات الشرطية زي شرطة مبحث التموين والشرطة بتاع الادارة العامة المسطحات والبيئة بالاضافة لبعض الزملاء من وزارة الصحة والجهاز حماية المستهلك كل دي جهات بيتم التنسيق معها للاشتراك في حملات مشتركة بحيث ما تنزل الحملة تكون مكتملة على الاماكن بتاعت التداول للمواد الغذائية الدات الاصل الحيواني هنا ما بنتكلم عن التداول الاماكن التداول اللي مقصود بيها اماكن البيع المباشر للمستهلك زي سوبر ماركت او مجمعة السلاكية او منافس بيها اللي هي الشوادر اللي بتتم خاصة اللي تمت الفترة ديت علشان زي او الاماكن اللي هي بتبقى اماكن بتتم موسمية منافس بيها بالاضافة الى اماكن التخزين واماكن التصنيع لكل المنتجات ذات الاصل الحيواني الحملة بتتم على اساس اما في اطار الخطة الدورية التي بتوضع من الادارة العامة للتفتيش على النحوم بالهيئة بالتعاون مع ادارات التفتيش في المحافظات والتنسيق بينهم دي خطة عامة للمرور على كافة المنافذ وكافة الأماكن التي تتداول أو في إطار ورود شكاوى أو بلاغات من بعض الأماكن بيتم تشكيل لجان أخرى للمرور عليها وتحقيق الشكوى والضبط ما هو مخالف وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتحويلهم للجهات القضائية بداية من النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم هنا الحملات في الفترة دي بنكسفها على مدار اليوم ممكن تبقى في حملات صباحية وحملات مسائية بيهمنا كمان الأماكن اللي هي زي ما بنقول بتبقى في فترة المواسم دي بتيجي أماكن تعمل منافس بيع لها غير معتمدة أو غير مرخصة هنا دي بتكون فيها خطورة على المستهلك بمحاولة غش المستهلك وتقديم منتجات إما غير صالحة أو منتجات مغشوشة ومدلسة للإهام المواطن إنها من منتجات مرخصة ومعتمدة بالنسبة للحملات والدور اللي بيتم فيها بتكون بداية يتم الوصول للجهة المنط التفتيش عليها منشأة نفسها أيا كانت إذا كانت أماكن بيع مباشر أو مكان تخزين أو تصنيع منتجات الغذائية في البداية بيتم تقابل مع المسؤول عن المنشأة ديت وتعريفه بأعضاء اللجنة وإضاح طبيعة المهمة والمأمورية اللي احنا رايحين لها بعد كده نبتدي توزيع أعضاء اللجنة على الأماكن اللي فيها المواد الغذائية المراد بتفتيشها إذا كانت تلاجات عرض أو أماكن تخزين بتاعتهم أو الأماكن اللي هي بيتم فيها الخطوط التصنيع لو هي أماكن تصنيع أو تجهيز حسب زي كانت مطاعم مثلا بتبقى في الكيتشن سنتر نفسه اللي هو الأماكن بتاع التجهيز الأغذية بيتم توزيع أعضاء اللجنة لأنها بتبقى لجنة كبيرة ومكسفة في الفترات ديت نبتدي فحص الأول المنتجات عندنا الفحص بصورة مبسطة بيتم مثلا للمواصفات القياسية بتاعت كل منتج عندنا بتشوف هل المنتج الموجود دوت مطابق للمواصفات القياسية المصرية هل تواريخ الإنتاج والصلاحية مدونة عليه بشكل صحيح هو في خلال فترة صلاحية ولا هو في حالة انتهاء صلاحية هل وجود تغير في الخواص الطبائية للمنتج دوت وجود حالات من الحالات الظاهرية للفساد الظاهر للمنتجات أو هي محتفظة بالخواص الطبائية بتاعتها وفي حالة صالحة الاستهلاك الأدم بيتم توزيع الأدوار لفحص كافة المنتجات اللي موجودة داخل المنشأة بالكامل ويبتدي بعد كده تأسيم الدور انت لقيت ايه هل في مخالفات في المنشأة يبتدي تفصيل المخالفات ديت ومواجهة المسؤول عن المنشأة بالمخالفات بتاعته ويبتدي تحرير اثبات حالة ايه اللي احنا شفناه ده اللي هي في صورة تقرير فني بطري مع تقرير فني صحي لو معنا الاشتراك مع الجهات المعاونة معنا مع تسجيل الكلام دوت كله في صورة محضر مخالفة يتم فيه اثبات المخالفة بتاعته من حيث ايه هي المنتجات المخالفة وتوصفها ايه والمخالفة القانونية بتاعته ايه والقوانين والقرارات اللي تثبت المخالفة دي ويبتدي اثبات الكلام دوت كله والتحفظ على المنتجات المضبوطة وتحرزها بعد كده بيتم التوقيع المسؤول عن المنشأ ده اللي هو يعتبر مخالف وتوجيه الاتهام لي من الجهات المعاونة اللي معانا وارسال محضر الضبط دوت او محضر اثبات الواقعة لقسم قسم الشرطة اللي تابع لي نطاق مكان المنشأة اللي بالتالي بيتم تحويل المحضر دوت للجهات القضائية بداية بالنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القرنية نتيجة ان زيادة الاستهلاك والاقبال على المنتجات الغذائية ذات الاصل الحيواني بتكون بنسبة اعلى من الايام القبعية العادية فبالتالي هنا لازم اننا حرصا على حياة المواطنين والصحة العامة لهم ان احنا نكسف حملاتنا احنا منعا لوصول منتج غير صالح الاستهلاك الادمي او منتج مغشوش يؤدي الى حالة صحية غير سليمة للمستهلك وفي نفس الوقت يحافظ على الفلوس اللي هو بيتفعله ان معروف ان المنتجات الغذائية ذات الاصل الحيواني دي اعلى قيمة مادية من اي منتج غذائي اخر فبالحالة دي انا يعني المطلوب مني ان انا زي ما بحافظ على صحيته كمان بحافظ على جودة المنتج اللي بيقدم اليه مجاني التفتشية اللي بتنزل هو متواجدة دي موجودة على مدار العام التكسيف بيتم لزيادة الطلب في فترات المواسم والاعياد ولكن انا عايز انبه هنا لنقطة تخلي المستهلك في حالة ارتياحية ان جميع الاسواق تحت الرقابة الكاملة من التفتيش على اللحوم اذا كانت تم ضبط بعض مخالفات مش هقول من ضعاف نفوس ولكن لمحاولات المحاولات الغش هنا الجزئية دي تحت الرقابة الكاملة تم ضبط علشان برضو كانت اسيرت في الفترات السابقة ضبط حيوانات دواب تم ضبطها لا هنا الدواب اللي تم ضبطها هنا يا جماعة لازم نفرق من القصة هنا ليست لتداول اللحومها ولكن هنا بعض التجار بتستخدم الدواب دي لسلخ الجلد لاستخدامه في حالات تهريبه او بطريقة او باخرى يقوموا بعملية تصديره في الخارج لاستفادة المالية خاصة ان الجلود بتاعت الدواب دي لها قيمة مرتفعة قيمة مادية مرتفعة ولكن الحالات اللي تم ضبطها بالكامل بتكون كاملة اللحوم والاحشاء هنا لم يتم استخدام اللحوم بتاعت الدواب ولكن المقصود هنا هي استخدام الجلد طب ننبه المواطنين اهم شيء لاستهلاك اللحوم او شراء عند شراء اللحوم لك نقطة مهمة جدا لازم تعملها اولا الشراء من اماكن معتمدة اماكن معتمدة مش مقصود بيها هنا اماكن حكومية لا جزار يكون واضح ومرخص محله وانت معتاد تتعامل وياها مسبقا المحلات المعتمدة دي مش الاماكن المخفية او واحد عامل نصبة وعامل تعليقة كده وبيبيع لا انا اروح لواحد جزار معتمد وانا متعود اشتري منه لان الاماكن دي بتكون تحت الرقابة بيخاف على اسمه ويخاف على اي محضر يتعمل له وبيخاف ان اه يخالف فبالتالي اه هتكون خسارته عالية جدا لان هنا في حالة المخالفة اللحوم بتصادر واللحوم دي اه قيمة في الفترة الحالية عالية جدا فبالتالي انا بقول له تروح لما كان من اماكن بيع اللحوم سواء اذا كانت اللحوم بلدية بقى محل جزارة اه معروف بالنسبة لك تشتري متعود تشتري منه بتتابع الاختام اللي موجودة على اللحوم دي وبصمات الاختام اللي موجودة اه دي بتميز لك وبتحدد لك نوعية اللحم اللي انت بتشتريها اذا عندنا مثلا اه اه ودي ممكن الدكتور طارق عندنا هيتكلم لانه تخصصه في مجازر وهيوضح الاختام وشكل الاختام والبصمات بتاعت الاختام للحوم كبيرة السن وصغيرة السن والبقرية والحوم الجموسي والحوم الجملي كل دي بتبقى موجودة وواضحة في بصمة الاختام فهنا يهمني يشتري مكان معتمد لو هيشتري لحوم مجمدة او اللحوم مبردة هنا بتعتمد على البطاعة الشخصية بتاعت اللحمة دي اللي هي البيانات المدونة على العبوات على الكاراتين ما اشتريش حاجة من غير ما تبقى بطاعة شخصية بتاعت بطاعة اللحوم البلدية الاختام بطاعة اللحوم مجمدة واللحوم المبردة سواء اذا كانت مستوردة او محلية او حتى مصنعاتها هنا تاريخ الصلاحية والبيانات المدونة على العبوات بتاعتها هنا دي تحافظ علي وتحافظ على المنتج اللي انا بشتريه وبقى متطمن ان المنتج ده فعلا منتج معتمد ومحترم هيا موسم جميل جدا ونستعدله من فترة كل مواسم عندنا رمضان والعيد الكبير نستعدلها بنيدي اختبار دوري للمجازر بسد الفجوات النقص ان كان فيه مطهرات ان كان فيه اخكام بتتصلح فيه حاجات كده اي حاجة عايزينها يتم تكسيف العمل بالاطباء المجازر الغاء الاجهزات تماما وعمل لبطشيات بالاطباء المجازر والاستعانة باطباء من الاضارات لسد الفجوة والعجز في اطباء المجازر والعمل بيبقى زحمة شوية في طول فترة رمضان ونقبل ان يعني العدد يزيد السناد ان شاء الله وهو القطة بتكشف على اللحوم لان طبعا الشعب المصري في قيد الطبيب لما يطلع اللحوم صارحة للسلاك الادامي فدي يعني هو مسؤول الدم امام الله وده عليها يعني يا نرجو ان الناس بتستعجلش الدبيح يخش ينشف الدبيح كويس عشان الاختام بتطلع كويسة وفي نفس الوقت يلتزم بالدور لان طبعا الزحمة دي بتخلى الدكتور مايركزش في الكشف ويطلع اللحوم غير سرح السلاك الأدام دورة العام الداخل المجزر صاحب الحيوان بيستحف الحيوان معاه يتم التوجه لطبيب لجلة الادخال بالتعرف على الحيوان وفحصه ظاهريا لفحص مدى التسنيل بتاعه هل يوجد اي علامات لمسكين ديزيز حمه كل اي حرارة كل حاجات دي بالاضافة للاناس بتجس عشر او مش عشر السن بيتم بتحديث السن المغفوض للعجول البقري والجاموسي واسدها 400 كيلو او كاس الجوز بدل السنتين والنتاج لازم تكون مش عشر ولازم تكون برضو مستبدلة جميع القواطع يعني خمس سنوات بعد كده بيخش لمصلة الدبح بيتبح ويستخ ويجوف ويجي الدكتور بعد كده يكشف عليه ويكون كل حشاء ملتسقة بالدبيحة الراس ملتسقة العليقة اللي هي الرئتين والقلب ملتسقين بالدبيحة واي حاجة منفاصة عند دبحته اعتبر العضو مصاب وتتعلم مع الدب احد على انه مصاب وبعدها بيتم الكاشف عليها يتم ختمها بالختم وبناسب اللحوم البقري اللحوم البلدي بتختم الختم الاحمر والمصاردة بالختم البنفسيجي والاختام البلدية نوعين يا كبير يا صغير كل اختام الصغير بيختم ندور وجواه مسلسات الكبير ختم مربع وجواه مسلسات المسلسات دي اول مسلس فيه الرقم الكودي واسم المجزع اللي على يمينه بكتوب عليه محافظة بقري جموسي جملي فدي الاختام فالمربع الكبير والمدور للصغير اشتركوا في القناة